شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العلي العظيم إحدى المواضيع التي تتعلق بعالم الآخرة كما تتعلق بعالم الدنيا موضوع الشفاعة في الشفاعة هناك مباحث متعددة وفي هذه الليلة نعرض بإذن الله تعالى إلى مجموعة من هذه المباحث المبحث الأول مفهوم الشفاعة المبحث الثاني أنواع الشفاعة المبحث الثالث الشفاعة في القرآن الكريم المبحث الرابع الشفاعة في الأحاديث المروية المبحث الخامس الشفاعة الأولياء في هذه الحياة المبحث الأول المبحث الأول مفهوم الشفاعة ما هو مفهوم الشفاعة؟ الشيء الذي يظهر من كلمات بعض اللغويين أن الشفاعة عبارة عن انضمام الشيء إلى مثله هذه عملية الانضمام يقال لها الشفاعة وأكثر ما تطلق هذه اللفظة على انضمام العنصر الأقوى إلى العنصر الأضعف لإعانته على الوصول إلى هدفه هناك عنصر له هدف معين ولكن له قصورا بمفرده في البلوغ إلى هذا الهدف لا يتمكن أن يصل إلى ذلك الهدف فيأتي هنالك عنصر أقوى وينظم إلى هذا العنصر الأضعف ويعينه في الوصول إلى هدفه أكثر ما تطلق كلمة الشفاعة في هذا النحو من الانضمام المبحث الثاني المبحث الثاني أنواع الشفاعة الشفاعة تتنوع إلى نوعين النحو من الانضمام في إطار عالم التكوين النوع الثاني الشفاعة في إطار عالم التشريع لتوضيح النوع الأول نقدم مقدمة المقدمة وهذه المقدمة هي أن عادة الله تعالى جرت لا لقانون الذاتية الذي يقوله بعض الفلاسفة بعض الفلاسفة يعتقدون بقانون الذاتية ويقولون الذاتي لا يختلف ولا يتخلف لا لهذا القانون وإنما لاقتضاء الحكمة البالغة عادة الله سبحانه وتعالى جرت على أن لا تجري الأمور إلا بأسبابها وهناك رواية في كتاب الكافي الحديث الشريف يقول أبالله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب فأنتم وكل شيء له هدف في هذا الكون إذا أراد أن يصل إلى هذا الهدف يحتاج إلى مساعدة سبب من الأسباب ولا يمكنه عادة أن يتلقى الفيض مباشرة من الله سبحانه وتعالى أنتم في الشتاء تريدون الدف تقولون تتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى وتقولون يا الله هبني الدف هذا ممكن أو غير ممكن الجواب على ذلك خلافا لرأي بعض الفلاسفة ممكن الله تعالى يمكن أن يعطيكم الدف مباشرة ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك الله تعالى يقول لكم طبقا لهذا الحديث الشريف إنني لا أجري الأشياء إلا بأسبابها إذا أردتم الدف فإني جعلت الدف مثلا عن طريق الطاقة الكهربائية إلجأوا إلى الطاقة الكهربائية تحصلون على الدف فإذن في إطار عالم التكوين الطاقة الكهربائية تكون شفية لكم في الوصول إلى هدفكم وهو الدف هناك بذرة هذه البذرة تريد أن تخلع عن ذاتها أكفان الموت هذه البذرة بذرة ميتة تريد أن تخلع أكفان الموت وترتدي حلل الحياة لكن هذه البذرة بمفردها لها قصور ذاتي عن الوصول إلى هذا الهدف الله تعالى جعل في النظام التكويني شفعاء لهذه البذرح هؤلاء الشفعاء ينضمون إلى هذه البذرح ويساعدونها على الوصول إلى هدفها من هم هؤلاء الشفعاء؟ التربح الأملاح الموجودة في التربح الهواء الماء الطاقة الشمسية هذه كلها تجتمع وتعين هذه البذرح حتى تتحول إلى نبتة هذه شفاعة تكوينية بعض العلماء يعتقدون أن هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه الشفاعة التكوينية الله تعالى يقول في القرآن الكريم إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ في ستة أيام لاحظوا جو الآية جو الآية يتناول نظام التكوين لا نظام التشريع ثم استوى على العرش يدبر الأمر تدبير إدارة ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوح أفلا تذكروا جو الآية جو التدبير التكوين ولا تتحدث الآية الكريمة حول إطار عالم التشريع الله تعالى هو المدبر الله سبحانه هو المؤثر وهناك شفعاء ولكن بعد إذن الله تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إذن إذا أردنا أن نختصر الشفاعة في إطار عالم التكوين في كلمة واحدة نقول الشفاعة التكوينية عبارة عن توسط الأسباب بين المسببات وبين الله سبحانه وتعالى هذا التوسط وهذه الوسطية يقال لها عملية الشفاعة هذا هو النوع الأول النوع الثاني الشفاعة في إطار عالم التشريع ما هو عالم التشريع عالم التشريع هو عالم التكليف عالم التكليف يعني عالم الأمر يعني عالم النهي هذه الأوامر والنواهي لها تبعات الأوامر امتثالها يتعقبها أو تتعقبها درجات مخالفة الأوامر ومخالفة النواهي تتعقبها دركات هذه تبعات التكاليف هذا الامتثال يتبعه أو تتبعه درجات وهذه المخالفة تتبعها دركات واحد على أثر الامتثال بلغ الدرجات معينة يأتي الشفيع وهو خاتم الأنبياء محمد والذين فوضت إليهم الشفاعة ويرفعه من هذه الدرجة إلى درجة أعلى هذه شفاعة في إطار عالم التشريم هذا الرجل على أثر مخالفاته سقط في درجة أعلى هناك بعض الأفراد يدخلون نار جهنم والعياذ بالله ويبقون فيها فترة ولكن الرحمة الإلهية وشفاعة الشافعين تدركهم فتستنقضهم من هذه الدركات وتنقلهم إلى مكان آخر إلى الجنة مثلا هذه شفاعة في إطار عالم التشريم ربما تنفك في شخص أو في جهة الشفاعة بالمعنى الأول عن الشفاعة بالمعنى الثاني وربما تنفك الشفاعة بالمعنى الثاني عن الشفاعة بالمعنى الأول وربما تجتمعان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وأولياء الله العظام الله تعالى منحهم كلا نوعين من الشفاعة الشفاعة في إطار عالم التكوين والشفاعة في إطار عالم التشريم البحث الثالث الشفاعة في القرآن الكريم إذا ألقينا نظره على آيات الشفاعة في القرآن الكريم يمكن أن نصنفها إلى أربع طوائف تققوا في هذه الطوائف الطائفة الأولى هي الطائفة التي تنفي الشفاعة بقول مطلق كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ يوم القيامة ماكو شفاعة بالدنيا أكو شفاعة الشفاعة تجي وتخرج المجرم من السجن ولكن يوم القيامة ماكو شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْهُمُ الظَّالِمُونَ الآية الأخرى الله تعالى يحكي عن الكفار وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الْشَافِعِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ الآية الأخرى وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ هذه الطائفة الأولى الطائفة الثانية هي الطائفة التي تقول إن الشفاعة بيد الله وحده هناك شفاعة ولكن الشفاعة محصورة بيدي الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا في آية أخرى وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الطائفة الثالثة الآيات التي تقول إن هناك شفعاء ولكن بعد إذن الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن في آية أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الطائفة الرابعة هي الطائفة التي تثبت الشفاعة ضمن شروط موضوعية معينة الله تعالى يقول وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَفِي آيَةٍ أُخْرَى الله تعالى يقول وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا لَعَلَّ الْآيَةِ تَتَنَاوَلْ قَضِيَةَ الشَّفَاعَ هذه طوائف أربع ما هي الحقائق التي نستخلصها من هذه الطوائف الأربع؟ هناك ثلاث حقائق الحقيقة الأولى هناك نوعان من الشفاعة شفاعة مرفوضة وشفاعة مقبولة الشفاعة المرفوضة تنفيها الطائفة الأولى شفاعة الأصنام الأصنام لا تملك الشفاعة وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الكفار لا تشملهم الشفاعة وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ الشفاعة التي كان يتصورها اليهود وإلى الآن يتصورونها يقولون نحن شعب الله المختار ونحن مهما فعلنا فنحن في الجنة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات المسيحيون الآن يقولون المسيح افتدانا المسيح صلوات الله عليه الصلب وانتهى كل شيء نحن كلنا أهل الجنة الآيات التي تنفي الشفاعة تنفي الشفاعة المرفوضة ولا تنفي الشفاعة المرفوضة كما أن الآيات التي تنفي الخلّة لاحظوا الآية الأولى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة هل الخلّة مطلق من فيه؟ أو هناك نوعان من الخلّة خلّة من فيه وخلّة مثبتة أيهما القرآن الكريم ولو يقول ولا خلّة ولكن هذه هي الخلّة المرفوضة بأي دليل؟ بدليل قوله تعالى في آية أخرى الأخلّاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إذن هناك خلّة هناك صداقة صداقات الأفراد في الآخرة تتحول إلى عدوات فلا خلّة ولكن المتقون خلّتهم ثابتة الأخلّاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلا المتقين ماذا تقولون في قوله تعالى ولا خلّة؟ ماذا تقولون؟ هذا النفي الخلّة مطلقا أو نفي الخلّة المرفوضة؟ نفس الكلام نقوله في قوله تعالى ولا خلّة ولا شفاعة هذه الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية الشفاعة المقبولة كلّها بيد الله تجاوزنا الشفاعة المرفوضة الشفاعة المقبولة كلّها بيد الله وهل هنالك شيء في الكون ليس بيدي الله سبحانه وتعالى؟ أكوشي في الكون خارج عن قدرة الله سبحانه؟ هل تملكون لأنفسكم نفعا؟ لا هل تملكون لأنفسكم ضرّا؟ لا نحن البشر لا نملك أي شيء قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ثَرًّا تملك أو لا تملك؟ تملك ولا تملك الآية الكريمة تقول قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ثَرًّا إِلَّا مَا شَاertime إذن تملك ولا تملك النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى ولا تملك نفعا ولا ضرا إلا ما ملكك الله إذن أنت تملك ولا تملك هل تتمكن أن تحرك يدك؟ هل تتمكن أن تحرك أجفان عينك؟ الجواب تملك ولا تملك هل يتمكن الشخص أن ينتحر؟ الجواب يملك ولا يملك الملك الحقيقي بيدي الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أبدا لا أملك ولكن المالك الحقيقي إذا ملكك فهل تملك أو لا تملك؟ أكو هناك مسألة بالفقه أن المولى إذا ملك عبده فهل يملك هذا العبد أو لا يملك؟ المولى الحقيقي هو الذي يملك ولكن يملك أن يملكك فإذن الآيات التي تحصر الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى لا تنفي وجود الشفاعة لأفراد آخرين لماذا؟ لأن الشفاعة الحقيقية والشفاعة الذاتية بيد الله ولكن الله تعالى ملك هذه الشفاعة لأفراد معينين فلا يوجد هناك تناقض بين الطائفة الثانية التي تحصر الشفاعة في الله والطائفة الثالثة التي تثبت الشفاعة لغير الله وَلَا يَشْفَعُونَ قُلْ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ هذه الحقيقة الثانية الحقيقة الثالثة إن الشفاعة لها شروط موضوعية وَلَا تَكُونُ عَبَثًا وَاَعْتِبَاطًا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى هذه هي الحقائق الثلاث التي نستنبطها من هذه الطوائف الأربع من الآيات القرآنية المبحث الرابع الشفاعة في الأحاديث المروية هل الشفاعة فكرة شيعية؟ أحد المفكرين يقول الشفاعة عقيدة اختلقها الكهان الكهنة اختلقوا هذه العقيدة الشفاعة فكرة شيعية؟ هل الروايات الشيعية هي التي تحتوي على مفهوم الشفاعة فقط؟ الجواب كلها أمهات المصادر الشيعية والسنية تحتوي على روايات صحيحة وصريحة حول قضية الشفاعة أنا أكتفي لكم في هذا المبحث الرابع بذكر بعض الروايات من أصح الكتب عند العامة صحيح البخاري وصحيح مسلم ولا نتطرق إلى بقية الكتب الآن أكو موضة جديدة عند بعضهم كل ما تستدل عليه برواية يقول هذا الكتاب ضعيف هذا الكتاب مو عالم إلن هذا من علماء الشيعة كثير من علمائه من كتبه يقولون هاي مو كتبنا هاي كتب الشيعة ولكن ما يتمكن واحد يقول إن البخاري كان عالم شيعة لا يتمكنون أن يقولوا صحيح البخاري مو صحيح في منطقه صحيح البخاري عندهم أصح الكتب بعد كلام الله سبحانه وتعالى إذا فرضنا أن مجموع لا يقبلون الصحاحة الستة يقول لا نعتقدها صحاحا ولكن صحيح البخاري صحيح عندهم وصحيح مسلم صحيح عندهم الروايات كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ولكن أكتفي ببعض الروايات البخاري المجلد الأول صفحة ستة وثمانين عن النبي صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي منها وأعطيت الشفاعة صحيح البخاري المجلد الأول صفحة ستة وثمانين والمجلد الأول صفحة مية وثلاثعش صحيح البخاري المجلد الخامس صفحة ميتين وثمانين وعشرين باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عن ابن عمر إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثَّةً كأنه الكلمة جُثَّةً يعني جاثون كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانْ إِشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كلمة آله مني لا من صحيح البخاري فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودُ أي يبعثك ربك مقاما محمودا هذا مقام الشفاعة رواية أخرى رواية طويلة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم أخر له ساجدا يعني لله تعالى فيقال يا محمد صلى الله عليه وآله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطح واشفع تشفع فأقول يا رب اِذَنْ لِي فِي مَنْ قَالَ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعْ لَهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّمْ مِنْهَا يعني من جهنم من قال لا إله إلا الله صحيح البخاري جزء ثمانية صفحة ميتين واثنين والروايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم كثيرة نكتفي منها بهذا المقدار إذن نتمكن أن نقول إن فكرة الشفاعة كما وردت في المصادر الشيعية وردت في المصادر السنية أيضا ولا يمكن لأحد من المسلمين أن ينكر هذه الفكرة المبحث الخامس والأخير شفاعة الأولياء في هذه الحياة الأولياء يشفعون في هذه الحياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كان شفيعا للأم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله ويستشفعون بالنبي صلى الله عليه وآله الآية الكريمة تقول وَلَوْا أَنَّهُمْ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ واحد يقول مَا ادَّاعِ إِلَا أَنْ يَأْتُوا إِلَا النَّبِي صلى الله عليه وآله بعض يقولون لَا كَهَنُوْتِيَّ فِي الدِّين الله روح إلى الله تعالى مباشرة ليش تروح إلى النبي صلى الله عليه وآله وَلَوْا أَنَّهُمْ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ طبق هذه النظرية النبي يقول ليش جايين عندي روح عند الله لَا كَهَنُوْتِيَّ فِي الدِّين الآية هكذا تقول واستغفر لهم الرسول يعني صار شفيع بينهم وبين الله لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا في قضية يوسف ويعقوب القرآن الكريم يقول قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا يعقوب ما قال لهم يا مشركين ليش تجون عندي روح عند الله إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ماذا قال يعقوب؟ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم هل انقطعت هذه الحالة بموت النبي صلى الله عليه وآله النبي لم ينقطع عننا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لم ينقطعوا عنا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الذي تنتظره بعنوان المنجي البشرية كلها موجود بيننا وهو حاضر وناظر هؤلاء الأولياء شفعاء بيننا وبين الله يجب أن نلجأ إليهم في مشكلاتنا إذا واحد ما لجأ إليهم ما طلب شفاعتهم في هذه الدنيا فالعتب عليه إذا الماء موجود وأنت عطشان ما ذهبت إلى الماء فالعتب عليك إذا الكريم موجود والفقير يئن من الجوع وما ذهب إلى الغني العتب على هذا الفقير النبي الأعظم موجود أئمة أهل البيت موجودون الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه موجود يجب أن نلجأ إليهم إذا واحد عنده مشكلة عنده مشكلة دينية عنده مشكلة اجتماعية عنده مشكلة اقتصادية عنده مشكلة طبية صحية أي مشكلة في أي بعد من الأبعاد يجب أن يلجأ إليهم هؤلاء الملايين الذين يذهبون إلى مشهد رايحين إلى مشهد أنتم الذين لم يذهبوا يشاهدون في القنوات الفضائية هؤلاء الملايين كم مليون واحد يرحون إلى مشهد أحد الإخوة نقلي لعل الإحصائية غير دقيقة لعله أكثر قال حوالي 14 مليون في كل عام يذهبون إلى مشهد وينهالون على تلك الأعتاب الطاهرة ويقبلونها ويأخذون حاجاتهم من الإمام الرضا بإذن الله تعالى إذا هؤلاء الملايين ما كانوا يجدون شيئا ما كنتم تجدونهم في مشهد إذا رحتوا على باب رجل من الرجال شفتوا الفقراء صف اصطفوا صفا على هذا الباب ميت واحد أربعين واحد عشرين واحد هذا الدليل على أن صاحب هذا البيت أعطاهم وجهه وإلا إذا اليوم الأول قللهم لا روحوا نهرهم بعد ما يجون إلى باب بيته إذا شفتوا فقراء على باب بيت يأتون هذا الدليل على أن صاحب هذا البيت أعطاهم وجهه هؤلاء الملايين الذين يأتون إلى مشهد لماذا يأتون إلى مشهد لأنهم رأوا شفاعة من صاحب هذا القبر الإمام الرضا صلوات الله عليه بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الملايين التي تفد على كربلاء لزيارة ضريح الحسين صلوات الله عليه رغم الإرهاب ورغم الخوف ورغم السيارات المفخخة كل واحد عندما يطلع لا يضمن نفسه يمكن بعد لحظة ينفجر بسيارة مفخخة أو بانتحاري مضلة أولا لأنه يعرفون لصاحب هذا القبر مقاما عند الله ومكانة عند الله وثانيا لأنهم وجدوا طوال ألف وأربعمائة عام هذه مظاهرة جديدة الفضائيات الآن تنشرها ولكنها هذه الظاهرة من ألف وأربعمائة عام لأنهم وجدوا أن صاحب هذا القبر شفيع لهم عند الله سبحانه الأخبار المنشورة نقلت حتى إمرأة غربية لا تعتقد بالإسلام وبهذا الدين الناس رأوها فجأة تقتحم حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه وهي تنادي بلغتها أريد طفلا أريد طفلا وبيدها علم أخضر ما هي القضية؟ تبين أن هذه المرأة الغربية التي لا تؤمن بهذا الدين سمعت أن صاحب هذا القبر له مقام عند الله وهذه المرأة متزوجة من مدة ولم ترزق أولادا تطلب الولد من صاحب هذا القبر وقالت إذا استجيب دعائي أنا أسلم وأؤمن هذه شفاعة الأولياء في هذه الدين ننقل لكم هذه القضية هذه القضية كان هناك عالم من العلماء في قم المشرفة يقال له السيد الحجة معروف هذه القضية من قول عنه يقول أنا في أيام طلبي للعلم الظاهر في بدايات طلبه للعلم مررت بضائقة اقتصادية شديدة عنده زوجة عنده أطفال الأطفال لا يفهمون منطق لا يمكن أن تقول للطفل أنا ما عندي الطفل بالليل يريد عشر يقول أنا ما عندي لا يفهم هذا المنطق في يوم من الأيام وهو في خضم هذه الضائقة الشديدة عندما يريد أن يخرج من البيت لطلب العلم تقول له زوجته يا فلا ماكوشي في البيت كلشي ما عدنا اليوم غدا ما عدنا فيحني رأسه خجل ما ذا يقول ما عندي الظهر عندما يأتي إلى البيت يرى أنه لا يوجد هناك شيء في البيت كلشي ما قل الوضع مؤلم للغاية الكبار يتحملون ولكن الصغار لا يتحملون الآن في السودان كما ينقل الكثير مهددون بالموت جوعا والأمهات يأخذن أوراق الأشجار يطحنونها ويطعمونها لأطفاله طفل يقول هذا مر ما أتمكن آكم ما هو موقف الأم تجاه هذا الطفل فيذهب إلى الغرفة ويلجأ إلى شفاعة إمام زماننا الإمام الحجة المنتوى عجل الله تعالى قال يصلي ركعتين ثم يخاطب الإمام الحجة أيها الإمام المهدي أنا جندي من جنودك أنا لماذا دخلت في هذا الخط لماذا أطلب العلم من أجلك فهل تترك جنديك هكذا يخاطب يخاطب الإمام من أعماق قلبه وإذا بطارق بعد فترة يطرق الباب يفتح الباب رجل مجهور يسلم عليه يقدم له ظرفا يقول هذا مبلغ في خدمتك وكل شهر في مثل هذا اليوم أنا أأتي وأقدم لك هذا المبلغ أو مثل هذا المبلغ أو نحو ذلك ولكن لا تبح بذلك لأحد يأتي إلى الداخل مبلغ ضخ يقول هذا المبلغ كان يكفي لعائلة مرفهة تعيش في المناطق الراقية كنا نصرف على أنفسنا ويفيض الإمام الحجة قام بالشفاعة عند الله تعالى تغيرت حالته في الشهر الثاني في نفس اليوم جاء الرجل وقدم المبلغ في الشهر الثالث في نفس اليوم جاء وقدم المبلغ شاهدنا ينتهي عند هذا الحال ولكن نكمل القضية يقول في يوم من الأيام السيد الحجة رحمة الله عليه كنت قاعد ويا الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه هذا العالم العظيم فبحت له بهذه القضية أولياء الله يجب لا يبوحو هذه الأسرار ينبغي أن لا تنقى بحت له في الشهر الرابع في اليوم الموعود انتظرت ولم يأتي بعد فترة رأيته ذاك الطرف قلت له ما الذي حدث لماذا انقطعت في الشهر الرابع فقال الذي أمرني أن أوصل إليك المبلغ أمرني أن أقطعه عام نظر إلي نظر الآسفين وقال لي هذه الكلمة فتألمت جدا على أنني لم أستطع الاحتفاظ بهذا السر هذا السر ينبغي ألا يباح حتى لمثل الشيخ مرتبى الحائر الذي هو قمة من القمم في علمه وتقواه وزهده هذا الباب مفتوح الباب المفتوح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله باب من أبواب الشفاعة إلى الله وهو الباب الأعظم أئمة أهل البي صلى الله عليه أبواب الشفاعة إلى الله في هذه الدنيا الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه باب من أبواب الشفاعة إلى الله سبحانه ينبغي علينا جميعا ألا نغفل دخول هذا الباب نطلب من الله تعالى بشفاعتهم أن يعطينا كل ما نري أن يعطينا خير الدنيا والآخر الحاجات الشخصية الحاجات الاجتماعية الحاجات الدنيوية الحاجات الأخروية أوضاع المسلمين كلها يجب أن نطلبها منهم نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنا رت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر